من مظاهر نمط حياتنا الحالي عدم استخدامنا لكامل المدى الحركي لمفاصل الرقبة أو تثبيتها بوضعية واحدة لفترة مطولة هذه الوضعية تسبب تصلب العضلات وتجمع الغازات في داخل المفاصل لتشكل فقاعات أو بابلز فتعيق الحركة وتصبح مصدر إزعاج مستمر وتشعر بحاجة ملحة لفرقعة المفاصل نعم يمكن علاج المشكلة بالضغط عليها بحركة إطالة لتنفجر وتصدر صوت الفرقعة وتشعر براحة فورية ولكن انتبه مفاصل الرقبة صغيرة جدا ويتخللها العديد من الأنسجة والشرايين الحساسة التي قد تصاب أثناء فرقعة الفقرات بشكل عشوائي أو بدون شراف مختص وقد تسبب مشاكل دائمة لهذا السبب خصصت هذه الحلقة لكي نتعلم طريقة صحيحة لفرقعة مفاصل الرقبة للحصول على راحة فورية وبشكل آمن جدا على الأنسجة تابع معي يمكنك اعتماد هذا التمرين في روتينك اليومي للمحافظة على فقرات العنق فهو تمرين إطالة آمن جدا ولا يؤذي الأنسجة الحساسة أثناء فرقعة الفقرات لنبدأ بوضعية التمرين أولا نقوم بلف منشف صغيرة ثم نستلقي على الظهر ونضع المنشف تحت الرقبة حجم هذه المنشف يجب أن يقوم انحناء الرقبة لتشعر بالراحة أثناء داء التمرين الآن اثني الركب وارفع الحوض وقم بزلق الذراع تحت الظهر بهذا الشكل بكي تصبح عضلات أعلى الكتف في وضعية إطالة بالقيام بالتمرين أولا تأكد من أن الرأس مستقيم بدون دوران وأن الرقبة مسترخية تماما الآن باستخدام بالراعك الأخرى أمسك الرأس وقم بجذبه نحو الكتف المعاكس بهذا الشكل ستبدأ بالشعور بإطالة العضلات استمر بالإطالة كأنك تحاول لمس كتفك بإذنك بقدر ما هو مريح أثناء أداء هذه الحركة ستصل لنقطة معينة تشعر فيها بفرقعة الفقرات ولكن لا تتوقف استمر بالإطالة بهذه الوضعية لمدة 30 ثانية وإذا لم تشعر بالفرقعة فقم بزلق الذراع تحت الظهر أكثر بقدر ما تستطيع وحاول مرة أخرى وعندما تنتهي كرر نفس العملية للاتجاه الآخر سوف تشعر براحة فورية بعد أداء هذه الحركة ويمكنك تكرار التمرين في أي وقت تشاء بعد أن تتعلم الوضعية السابقة يمكنك استنساخ التمرين في وضعية الوقوف في حال احتجت لأدائه خارج المنزل استند على جدار وتأكد من سند الرأس والظهر ثم قم بزلق الذراع تحت الظهر بهذا الشكل ثم استخدم ذراعك الأخرى لجذب الرأس للاتجاه المعاكس وحاول لمس الكتف ببطء بقدر ما تستطيع واستمر بالإطالة بهذه الوضعية لمدة ثلاثين ثانية ثم كرر التمرين للاتجاه الآخر وسوف تشعر بالراحة الفورية بعد أداء التمرين وفي الختام أذكرك أنه يجب عليك يوميا تخصيص وقت لممارسة الرياضة مع رفع أوزان مناسبة وبتكرار موائم لنشاطك اليومي للمحافظة على مفاصل جسمك وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك لمتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه شكرا للمشاهدة